الحياة في العائلة التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل لتهم العائلة أهلا وسهلا مرحبا بكم نسيلكل شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة تفهم هذا موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة كنا انطلقنا في سلسلة من الحلقات حول أنماط شخصية الطفل تحذر معايا في استوديو مادام نجيب الحاجي الأخصائية النفسانية التربوية مادام نجيب أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك سيهم وبنوفل يا عيشك نرحب بنوفل الشرطاني في الإخراج التقني سيف بول عرس في الديجيتال وتحية لكل متابعي إذاعة الحياة تفهم ومتابعي برنامج الحياة في العائلة كنا حكينا في الحلقة السابقة على النمط الناشيط وعطينا برشا نصائح وأسليب في فن التعامل مع هذا الصنف ولا هذا النمط من شخصية الطفل اليوم مادام نجيبا ناخد صنف آخر ولا نمط آخر اللي هو السلبي شو معناها يعني نمط سلبي لشخصية الطفل كيفش؟ هو عادة لنا سيهم النمط السلبي يحبوه الأولياء عليش حط ثم تلقى ثم هو دجال اسم سبق عليش هما صنفوه بالسلبي؟ معناها لا يحركوا ساكنا ما يصيروش ريت انت يوصل لدرجة اللي موبايلات شو معناها سلبي؟ لا عنده رأي لا عنده قرار امشي امشي ايجا ايجا كول كول البس البس دقوا 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 معناها هذا يستجيب للأوامر المحيطين به وهذا بالحق يتحكم عوالية ليه تقول لك والدي تبارك الله عليه عاقل عاقل يسمع الكلام يستجيب و نقول له ابقى يبقى رقدر قد ايجا و ندي ريت فول بالرامود معناها بالكومون بالكومون معناها الاولياء اللي يسمعو فينا اللي عندهم صغيرات هكا راهي فمها مشكلة. راهي هذية راهو خلل راهو راجاء. ريت انتي التفلس ريس سلبية قاتلة. وهذية راهو ولدك اللي انتي فرح بيه طوى. كيتخرجه للمجتمع. ما عش لموش يكون ما صيره. راهو هذية الشخصية هذية راي يستنى فيها غول اجتماعي. الشخصية هذية راي متل جمش تتعايش اجتماعيا. دونك برب الولي اللي لاحظ في ولده هالأمور هذية راهي ما هيش هي ايجابية راهي سلبية. ويمكن حسب تقديري الخاص راهي اتعز شخصية. وراهي هذية الشخصية المهددة اجتماعية. دونك احنا ها بش نحكو عالانيني وبش نحكو عالناشيط وبش نحكو عالعنيد. اللي حب اللي هما الاولياء يتقلقوا منهم. دونك راهو هذيك ها وضعية طبيعية. اما السلبي يل فو باصي للاغم. رو هني البو والأم يقولوا ستوب. ولدي يليا كلك شوز كي كلاش. يل فو سينيالي لاغم. لهني رايسي لابل درجانس. وين يلتجوا الاولياء هوني. دونك لهني انتي الساعة يبدأ به هو خطر مازال صغير. وهو رو اريد انتي السلبي مالو الا نتاج الوالدية. معنها نتاج التربية معينة. يا ولي انتي تحب ولدك صالح صلح من نفسك. يا ولي قبل انتي ما تقول ولدي شبيه هكا. انتي شوف ممارساتك معاه. دونك انتي اللي اللي لجمت له مشاعره. اللي لجمت له قراراته. مدام نجيب هذا شنوة نجمه نقولوا اه يعني نرجعوه للتربية الوالدية الا ما تمن. المتصلتة ولا المهم لا. ولا المهم لا. ايه. انتي يا معناها يتصلت عليه. واقذيت له على حقه الشخصي في التعبير على رأيه. وفي اخذ القرار. وفي المباليات. وفي انه يتصار خطر احنا عنا التفل العادي. مش يكون معناها بش يسيروا كل شي بش يحاول يسئل بش يحاول يقول لا بش يحاول يقول ايه. يكتشف. هذي تعجبني. هذي ما تعجبنيش. ما نجيعان ما ناكلش ما نحبش نلبس هذي. هذا التفل العادي معناه. قاعد يكون في شخصيته. قاعد ينمي في مهاراته على جميع المستويات النمائية. انتي كيتلقى صغير هذا بالكومان. معناها يا ولي يا ام يا اب شوفوا الروحكم كيش مارستوا معاه. انتم مراهو مالو. هذي اللي نتاج الوالدية فاشلة. انتي اذا كان حصل. واللي انتي عن قصد او عن غيري قصد. ساهمت في انك تخلق شخصية هكا. شخصية سلبية. انت يجبك تراجع روحك وتعمل ايه. وتخط ولدك في مرآتك العاكسة. وتحاول تقول انا جسوي لا يلزمني نبدل مهلي بموفيز ابيتود هذو ما. ويلزمني نعلم ديزاكسيون جديدة. اللي بش يكون هو معناها مستقل بذاتي معتمد على ذاته عنده في نفسه. بش نعطوا احنا كيفاش الطريقة اللي طوى بش ننقذوا بها ما تبقى. اللي هي كيفاش طريقة. حب نسألك قبل مدم نجيبها الاعمار هوني وقت اه الى اي مدى الولي نجم يصلح الهالاخطاء هذية في التربية الوالدية لأي عمر متاع صغير معناه. اه والله هو مش يصلح ام يكسبوا مهارات جديدة. على الاقل يحاول يظلوا النواقص الموجودة ويمكنوا من تنمية مهارات جديدة واكتساب مهارات جديدة في التفولة المباكة. سن التفولة ديما قابل معانتها للتهذيب وتعديل السلوك. بش ما نقول الشخصية الي لا. موجودة اما انتي كيفاش تتعمل معها وتحاول تخليها هي اتفيق وتستفيق للمحيط. خطر راو والدك ما عاش بشي بقى ديما في حضنك. راو كي ما حكينا على الصلاب النفسية اللي تخليه يقبل تحديات تحديات الاجتماعية والمخاطر الاجتماعي كيفاش يحمي نفسه وكيفاش يتفعل معاه. طوى بش نرجع الاوليه كيفاش. اذا كانوا حصلوا عنا ولدك ما تفرحش يا برشا. رايها زي بالعكس معناها تصير رجع عندك رجع نفسية ورجع معرفية وتقول انا يلزمني طوى ناقف الولدي وسيلع انك انتي اول الحاجة مش تعمل. يلزمك تشارك ولدك. يلزمك انتي تاخذ ولدك في حضنك وتشاركه في رأيه وتحاول تعطيه تسأله على ابسط الاشياء اللي موجودة فيه. مثلا اش تحب تاكل اش تحب تلبس. شني يا رايك كان تاكل هذي اذي يا راهي بايهي للصحة الستيقة. شني يا رايك كان انتي تغسلي ديك قبل ما تاكل. معناها انتي طوى باش تدربه على انه يعطي رايه في الحاجات البسيطة اللي تنطلق من ذاته واللي موجودة في الدعم. مادم نجيبة انتي اثرت حاجة مهمة يسر يعني اللحظوها حتى عند الاولياء الكل مثلا خاصة على الماكلة. الاغلبية ولا في كثير من الاحيان انه صغيرات ميحبوش ياكلوا. اوني نراو انه الوالدين يبداوي معناه يغصبوا عليهم بسيط. كيفش يعمل هوني باش انه زادة يعطيها النمو والغذاء متاعه لازم. انه يحاول يستهوي التفل خاطر رايما فماش ماكلها بالغصب. انتي حاول اعطيه برشا خيارات. انتي تحب توكله مثلا قهوة بالسيف. فما حاجات اخرى يحبه هو فيها نفس المكونات متاع القهوة او خير. معناه اعطي خيارات وفرصة للطفل. ريت انتي اكثر حاجة يقول بالسيف هي ضغط الوقت. اك الولياء يبقى في الدرجة الخلاني يحبي يلبسه ويوكله وهزه للي كل اسيتيغة. معناه الصغير مرات يبدأ ديقوتي منرفز فايق مشو هو مضغوط. اسيتيغة. انتي اعطيه الوقت اللازم. حذر طاولتك على بكري. حط له بلوزيور شواه. خليه هو يختار اللي يحب. يبدأ لازره ويقبل على الماكلة. انتي كانت تحبه سيهم كالعادة كل مرة تطرق تطرق لنا موضوع. حط لنا كيفيش معناها طريقة استهواء لأطفال للأغذية السليمة. ان شاء الله هذين برمجوه زيدا نحكي وفيه. نكملوا على الطفل السلبي هذي يحاولوا الاولياء. قلنا اول حاجة انه يشركوا ويعطيه فرصة باش يعبر على رأيه وعلى فكرته على مشاعر وكاد ستيغة. في حاجة تخصه في حاجة تخص العيلة لكل. شني رايك اخو كان يلبسهاك. شني رايك ماما كان تمشي مع ماما مثلا للسيباريت. عينهزك معايا للسيباريت. اي اختار انتي تحب. عليش اختار تذيه. مع انت من الاسألة البسيطة انه هو يشرك فيها. تبدأ تنميله في الثيقة في النفس. حاجة اخرى ما تجبروش انه هو سلبي بتبيعته. انتي من اللول ما تجبروش مش يعبر على مش يعبر. شبيك متغش? تقول لي. قل لي شبيك متغشش? نو. خليه. دربه هو. اطور. يعني وكالك تستدرجو. يجيك يحكي لك بطريقة تلقائية. معناها انتي ليلة الاجبار. احذر زيد الابربي احذروا المقارنات. معاش تقارنوا شبيه خوه شبيه ولدعمك شبيه ولجارك شبيه صديقك اثرا. ابعدوا على المقارنات. راهي مش يمحفز راهي مدمر لشخصية التفل. حاجة اخرى في الطريق معناها في الشخصية السلبية. راجئا من الاولياء يبعدوا على العقاب بانواعه. يبعدوا على الحرمين من الحاجات اللي يحبها بانواعها. اه. اه. الحاجة الولي يلزم يبحث في الاسباب الكامنة وراها السلبية هذه. اه. ينجب نوصل الولي مدام نجيبهوني يذتر انه يعني مختص. مختص مثلا. نفسي. هو من المستحسن في الفترة ذي ياخذ هو بعين الاعتبار. يتبع الاساليب هذه. واذا كانت عذرة عليه. ينجم يجد جاء الاخصائي نفسين. هي على اقل يعطيه الارشاء دات اللازمة. خطر الولي بيده. محتاج التوجيه. محتاج الارشاء. وتأثير. وتأثير. في الوضعية السلبية هذه. مضى بيه الاولياء. يسهم الام والاب. يحاولوا يشركوا ولادهم في رحلات. يعيشوا مع اصحابهم. معتها يكتشفوا المحيط. يبعد عليه هو شوية. معتهم الحماية الزايدة. اتاتي غا يخليه يشارك في رحلات. يشري له قصص شيقة فيها. معناها مغامرات متاع طفولة. يحاول يشجعوا على بيش يمارس الرياضة. يخرج من جل باب والدي. معتها. يكتشف العالم. ويحاول هو معتها بيش يقف معاه. بيش شوية بشوية. رأي الوضعية ذي تتطلب تدريب وصبر ومثابرة. واضح شكرا لك مدام نجيب الحاجة المختصة نفس نية تربوياتك الصحة على كل النصائح اللي قدمتهمنا في الحلقات القادمة. ان شاء الله بش نحكيه على انمات اخرى. نحكيه على الاناني والعنيد. اه اللي عندهم يعني هالان ما تذوم في صغيراتهم يسمعونا ان شاء الله في الحلقات القادمة. بشيقاء ببرشة. على طول. اي. اي. نقصد الناس الكل وخاصة الناس اللي عندهم هالاشكالية تذوم في صغيراتهم. والمقبلين على الزواج زد بربي يتدربوا بايش ما معانا هانو مطول يتدربوا عالطربي الوالدية يرجعوا لحلقاتك استيبقى في الطربي الوالدية. اذيك عليش مدام نجيب اينا حاطيت نوفل الشرطاني معايا. اي. اي. المقبلين على الزواج انتي ولا نوفل ولكلكم معتلي كيف الكل المقبل على الزواج ميسيلش يتدرب على الوالدية الناجحة الفعالة ويتدرب على شخصيات العدفل بش يعرف كيش يتعامل معاولية. وضح شكرا ليك مدام نجيب الحاجة المفتصلة نفسانية التربوي نوفل الشرطاني وسيف بول عريس وهكا نكون وصلنا ريختيهم حلقة اليوم من برنامج الحياة في العائلة نتقابله في الحلقة القادمة في لامن. الحياة في العائلة التطرق الى نمط العيش العايلي وابرز المسائل اللي تهم العائلة. اشتركوا في القناة